دلوقتي حنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زميلتنا من الشرعان شكرا لك مصطفى أتأمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم تلقى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رومين رادف تناول سبل تعزيز العلاقات التنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال التاقة وخلال الاتصال أكد رئيس السيسي متانة العلاقات مع بلغاريا وتطلع مصر لتعزيز أليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعادة إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي من جانبه أكد الرئيس البلغاري الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتطلع لتطوير وتعزيز علاقة التعاون المشترك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر وشرق الأوسط وأفريقيا وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة تشمل أيضا قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع والمرضى والمتبرعين كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبدول في تقديم أوجه الرعاية الصحية خلال اجتماع لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية لتخزين الطبية على مستوى الجمهورية وذلك بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء وذلك وفق المعايير العالمية وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مع توفير عوامل استدامة فعالية الإدارة والتشغيل عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية استعدادا لطرح حصص منها في البرصة حيث تم استعراض خطوات إعادة هيكلة كل من الشركات الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والشركة الوطنية للمشروعات الانتاجية صافي كما تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات والعروض المقدمة من جارب المستثمرين الرغبين في المشاركة بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش دعوته إلى القضاء على الأسلحة النووية في العالم واعتبر جوتاريش خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية أن فكرة خوض أي دولة قتالا وانتصارها في حرب نووية هي فكرة مختلة وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون إزالة الأسلحة النووية منح الرئيس روسي فلاديمير بوتين المتعاقد السابق مع جهزة الاستخبارات الأمريكية أدوارد سنودن اللاجئة في روسيا منحه الجنسية الروسية كان سنودن قد سرب في 2013 بيانات سرية تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أمريكية بيانات شخصية للمستخدمين خصوصا عبر جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت استضمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمدا بكويكب في محاولة لتحويل مساره وذلك في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض والمركبة الفضائية التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة استضمت كما كان متوقعا بالكويكب بسرعة تزيد عن 20 ألف كيلومتر في الساعة نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل